أهلاً وسهلاً اليوم خلونا نبتدي الموضوع شوي خشن أولاً أهلاً وسهلاً بالجميع معكم عليها المؤيد هذه قناتي ومن هذه القناة أكيد اللي تابعني يعرف أن بث الخميس بعض الأحيان أدخل فيه في مواضيع شوي أعمق دخليننا شوي بس نفتح مداركنا ونبدأ نتوسع ونفكر شوي نفكر بدرجة أعمق أحفظ هذه البث على إنستجرام إن شاء الله ونزل أيضاً على قناتي في اليوتيوب قناتي في اليوتيوب فيها أرشيف كل مباشر الخميس السابق واللي حاب أنه يحضر بالبث الحي وما يعفم متى الوقت عادة يكون يوم الخميس الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت السعودية فأهلاً بكم جميعاً أنا أتكلم عن كل شيء اللي علاقة بالصحة الصحة الجسدية النفسية الغذائية الروحية العاطفية كل شيء يبلك صحة واللي عرفني أنتوا أكيد إذا تتابعون تعرفون أن بعض الأحيان أدخل في عمق في مواضيع شوي روحانية أكثر مواضيع الأحلام مواضيع العقل الباطن عشان الواحد يبدأ يفهم نفسه لأن الأمراض كلها تأتي كثير منها تأتي خل نقول أنا أحب أن أقول كلها لأن أحس أنها هي كلها بس خل نقول عشان يعني النسبة معظم الأمراض تأتي بفكرة أو شيء قال لي سمعت نمى عندي أو ذكرني بأشياء داخلية مؤلمة أنضرب على المستوى النفسي المستوى الروحي وبعدين تبدأ المشاكل الجسدية أو تبدأ المشاكل تتجسد وتصبح مشكلة جسدية فحتى أن أنا اليوم صوتي ممحوح شوي بس بحاولة أكمل معكم قد تكون هذه المشكلة بدأت بفكرة أو بصدمة أو بشيء مؤلم حدث ضرب الشخص على المستوى النفسي والعاطفي وبعدها تجسد وعندما يتجسد بعدين لازم نحل اثنين لازم نحل المشكلة على المستوى العاطفي والنفسي ونحلها أيضا على المستوى الجسدي لأنه لما صارت جسدية خلاص صار جسد فما يصر بس أشتغل على النفسية وما يصر بس أشتغل على الجسد لأنهما كلهم مرتبطين ومتشابكين وصيرين شبكة كاملة من الأحداث التي تحدث لي اليوم أبغيت أتكلم عن موضوع الحضانة ومو الحضانة اللي تخيلونها عن موضوع الحضانة دعنا نقول الواقع اللي احنا فيه اليوم احنا فيه مستوى الحضانة مستوى الأطفال اللي بمستوى الحضانة شفتوا أنت أول تدخل الحضانة بعدين تروح أول ابتدائي بعدين تروح ثاني ابتدائي وكذا وترتفع احنا اليوم واقعنا اليوم هو واقع يشبه واقع الأطفال لصغار كلش اللي في الحضانة اللي لازم كل شي يكون مهيئ لهم عشان ما يضرون نفسهم خلوني شوي أشرح أكثر أنا في البداية قلت أن الموضوع اليوم خشن وتحتاج أن أنت تكون مركز وشوي العقل يكون منفتح بس بقول لكم حبل أفكاري تعرفون أن أنا في السابق تكلمت عن البعد الثالث والبعد الرابع والبعد الخامس أظن كان عندي حلقة من سنة أو سنتين اسمها البعد الخامس واللي حاب ممكن يرجع لها وبعدين يرجع حق هذه ويقارن المعلومات إحنا الآن ما يحدث لنا الآن واقعنا اليوم يعني واقع ما تراه اليوم وما تستشعره وما تجذبه هو واقع أنا بسميه البعد الثالث ولكن هي أبعاد كثيرة وصعب أن نحن نحط عليها أرقام بس بنسميها البعد الثالث عشان أقدر أنا أشبهها ببعد الحضانة شنو معنات بعد الحضانة؟ معنات أن أنت لما تكون في الحضانة في صف الحضانة يعني وطبع احترام الشديد للبشرية كلها ولكن أنا منهم أنا بعد في الحضانة وإياكم فبعد الحضانة شنو؟ لما تكون في الحضانة يتأكدون أن دائما كل شيء اللي قاعد يقول لي شنو البعد الخامس عاطوني شوي مهلة دقيقة بس أقول الموضوع شوي يحتاج نفتحه شوي لما تكون أنت في صف الحضانة كل شيء حوالينك في محيطك في الحضانة متأكدين أنه هو مخطر عليك مخطر عليك يعني أن حتى إذا شرحت أي مكان أي زاوية في الصف ممكن أن أنت تأخذ شيء وتلعب فيه وعادي ما يحطون لك ستشاتشين وأشياء حادة وأشياء خطرة عليك وأشياء ما تقدر تاكلها وما تقدر تبلعها وموجودة جدامك وأشياء سامة لا يحطون لك أشياء مناسبة لعمرك عشان أنت ما تتضرر إذا فيه زوايا حادة ممكن أنهما حتى يغطونها بفلين ولا بأشياء عشان أنت ما تتضرر ما يحدث لنا اليوم في واقعنا اليوم أنه إحنا كأن الله مهيئ لنا بيئة صف الحضانة ليش؟ لأن لو فعلا نطلع إلى الواقع الحقيقي سنتضرر ما أقول لكم ليش فأحنا في البعد اللي إحنا فيه الآن أو في الواقع اللي إحنا فيه خلل نقول لما تيني فكرة لا تتجسد هذه الفكرة مباشرة أمامي فهو ممكن أن أنا يكون عندي نية أني أسوي شيء أقول أنا بسوي الشيء الفلاني ولا أنا باييب الشيء الفلاني وهذا الشيء عشان يتراء أمامي أحتاج يمكن شهر شهرين يعتمد أنا شكذا شتغلت عليه يعتمد فبيني وبين الجذب مسافة ففي كأنه تأخر في الوقت فأنا اليوم أبي هذا الشيء بس ما يطلع لي في ويهي مباشرة صح؟ هذا الشيء متفقين فيصير كأنه فيه لاق كأنه فيه فترة زمنية بين الفكرة وبين تجسدها بين ما تحدث هي أمامي لذلك في بعض المدارس يسمون هذا البعد البعد الثالث لأن المسافة بيني وبين أفكاري في بينها مسافة فأنا تيني فكرة بس ما تتراء لي أمامي مباشرة في الأبعاد المتقدمة شوي أكثر في البعد الرابع والخامس والسادس وفي ناس يقول لك ما ندري أصلاً شكثر أبعاد وفي ناس يقول لك حتى أنا سويت حلقة على هالموضوع إن مثل ما إحنا قاعدين نتطور كبشرية الكون أيضاً قاعد يتطور وقاعد يبني أبعاد ويتطور بهذه الأبعاد وإحنا قاعدين نتكلم الآن يعني مثل ما إحنا قاعدين نتطور الكون أيضاً يتطور ففي فكرة تقول لك أنه ما في أبعاد محدودة لأنه أصلاً الكون أيضاً في توسع مستمر مثل ما إحنا دائماً في توسع خلونا من هالموضوع أحين إحنا في لفل الحضانة أوكي في مستوى الحضانة اللي لما أنا أفكر في فكرة مو مباشرة نتيني تطلع لي في ويهي خلونا نروح بعد آخر خلونا أخذ كمثال لما نكون في عالم الأحلام لما أنا أكون قاعدة أحلم أنا رحت إلى بعد آخر مكان آخر هل هو حقيقة ولا غير حقيقة ما نعرف هل هو العقل الباطن ولا العقل الواعي ولا العقل يمكن ذاكي الصج وهذا الحلم ما نقدر أن نحن نثبت على شيء لأنه ما نعرف كفاية عن العقل الإنسان كيف هو يتطور وما يوجد بداخله وش كثر قاعد يعكس من داخله المهم قصة طويلة بس أنا تكلمت عن هالموضوع في دورة الحالمون ودخلنا فيها أكثر شوي أنه بدأنا نحاول أن نحن نوعه في الحلم فعشان أنت تكتشف أن أنت قاعد تحلم تعرفون بعض الأحيان واحد لما يكون يحلم ويقول لحظة يمكن أنا قاعد أحلم فيكتشف في الحلم أنه يكون قاعد يحلم ففي هالحالة هو وعى في الحلم لما يوعى في الحلم هو كأنه وعى في بعد مختلف فأنت تكون بكامل قواك العقلية ولكن في بعد مختلف أنت نايم جسدك نائم ولكن وعيك في مكان آخر في هذا البعد في عالم الأحلام لما تفكر في شيء سيدة يتراء لك خلنا نقول أنا والله في الحلم ووعيت في الحلم أو حتى ما وعيت في الحلم حتى بس قاعد أحلم خاطري في أسكريم بيطلع لي أسكريم مباشرة فكرة تجلي فكرة تجلي فكرة جذب فكرة تجلي يعني أول ما أفكر في شيء يتراء لي فهذا البعد يسمونه thought responsive reality معنات أنه هذا الواقع يتفاعل مباشرة مع أفكارك فاتيني الفكرة ويحدث هذا الشيء ففي أبعاد مختلفة مو بس في الأحلام نحن الآن في هذا البعد في هذا الواقع فأنا واقعي اليوم أن أنا خاطري في شيء أقول والله خاطري في شيء ما يطلع جدامي مباشرة لأنه عندي عاملة زمن في هذا البعد فأحتاج أن يا أنه أنا مثلا أوه والله مشتاقة حق أمي ولا مشتاقة حق فلانة ولا مشتاقة حق فلان أنا لازم أتخطى زمن وأتخطى مسافات لكي أصل لهذا الشخص بوص الله إذا خاطري أتشوفه بوص الله ولكن أحتاج أن أنا لأن هذا البعد ما يسمح لي أكي ولكن في أبعاد أخرى مشرطة تكون في الأحلام ممكن أن أنا أشبك فيها أحتاج يمكن درجة أكبر من التأمل أحتاج أن أنا أكون واصلة لوعي معين أحتاج أن يكون عندي استنارة معينة يمكن أقدر أشبك ببعد آخر اللي فيه تفاعل أكثر مع أفكاري أو فيه استجابة أكثر لأفكاري أوكي حلوين هل أخبطكم للحين في هذه الأبعاد لازم أكون عندي القدرة الكبيرة على التحكم في أفكاري إذا أنا رحت بعد ثاني لذلك مثلا خلني أقول أنا وعيت في الحلم وقلت أوه أنا حين كيف بيطلع لي وحش أكيد أنا بتضرر الحين كيف بيطلع لي أحد بيطلع لك أحد وبيضرج فالحال لأنه هو يستجيب لأفكاري مباشرة يستجيب لأفكاري هذا البعد ولكن أنا اليوم في هالبعد اللي أنا قاعدة فيه اليوم في هذا الواقع اللي قاعدة فيه معاكم أنا معززة مدللة أقدر أفكر في أسوأ الأشياء وأمحيها من أفكاري قبل لا تتجلى يعني أقدر أن أنا أفكر فيها قبل لا تصير أقدر أشيلها وأفكر في شي غيرها وفي شي غيرها وفي شي غيرها عشان ما يتراء لي في المستقبل يكون أخف عليه شوي فالله سبحانه وتعالى حطنا في هذا البعد كأنه واقع تدريبي عشان تتدرب أنه تشوف إذا أفكارك كلها إيجابية ترى واقعك بيصير أجمل وأجمل وأجمل بس عندك هالمسافة عشان أنه أنت يمكن في بعض الأحيان تكون أفكارك سلبية يمكن بعض الأحيان يكون عندك غضب يمكن بعض الأحيان يكون عندك خوف من شي ممكن دقيقة طالع لك هذا الشي اللي خوفك فكأنه واقع تدريبي كأنه حضانة كأنه صف الحضانة اللي أنت تبدأ شوي شوي تتعلم شون تيود المقص تبدأ شوي شوي تتعلم تستعمل مهارات الكتابة مهارات أياديك تعلم شون ترسم مو أي شي تسوي ممكن أنه يضرك مو كل شي في هذا الواقع ممكن أنه يحدث يحدث لك ويضرك جسدياً أو يضرك نفسياً أيضاً أنت ممكن تنظر نفسياً ممكن تخاف فإذا أنا عندي فكرة خوف في بالي لو كنت في بعد يستجيب لهذه الأفكار ستتراء لي وسأجذب وأتتجلى لي هذه الفكرة على شكل شيء وبيخوفني ويمكن يسبب لي صدمة ويسبب لي خوف ويسبب لي كذا أنا مو جاهز معناته لهذا المستوى فأنا أحتاج أنه أنا أظل الآن في هذا المستوى اللي يسمونه البعد الثالث أنا بسميه مستوى الحضانة صف الحضانة اللي كأنه نعمة من الله اللي حطني في هذه البيئة المحمية عشان مو كل فكرة في بالي تتجسد لي وهذه من نعم الله علينا إن احنا في هذا البعد الآن في هذا البعد التدريبي فهذاك اليوم قاعدة أفسفس في صورة الكهف وقاعدة أقرأ هذه الآية اللي تقول وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب فقاعدة أقول ليكون يمكن أنا طبعا ما أحب أتكلم في الدين وأعرف عشان ما يطلعون لها التعليقات اللي بعض الأحيان الطائق بس هل ممكن أن ربك الغفور ذو الرحمة لو بيحاصبك على كل فكرة كان عجل لك العذاب كان أنت قاعد اليوم في جهنم لأن كل فكرة بتجذب لك شيء أفكارك الإيجابية أوكي حلو لما تفكر في بساتين وورود وأشياء حياتك بتصر حلوة ولكن نحن نص أفكارنا غير إيجابية لأن نحن لم نتقن بعد التحكم والسيطرة على أفكارنا مو معناته أن أنت دائما لازم تكون بشكل كاذب أو شكل مزيف أو مبالغ فيه دائما أفكارك وردية ودائما إيه والحياة حلوة والتفكير الإيجابي لا ممكن بعض الأحيان تتدرب أنه ما يكون فيه أفكار في عقلك أو تتدرب على أن أنت لما تيك الفكرة السلبية إشلون تستطيع أن أنت تشيلها قبل لا تتجلى لأننا إحنا دائما نبي نتطور ونبي نتحسن لحظة سورفو شوي عفوا فإحنا دائما نبي نتطور ونبي نتحسن خاصة عالم تطور الذات فيه كثير من المختصين اليوم اللي يبون يتطورون يبون ينتقلون يبون يروحون أبعاد أكبر أعلى ولكن هو غير جاهز فرحمة لك أنت موجود اليوم في البعد الثالث لو ما كنت موجود في البعد الثالث لحظة نعم تعال قاعدة أصور ما علي قاعدة فلو ما كنا إحنا في البعد الثالث كان هذا التطور يوصلني إلى مستويات أعلى تخلينا نجذب كل أفكارنا بشكل متواصل فهذه رحمة من ربي رحمة من ربي عشان ما يتعجل لي العذاب فأنا قاعدة أتعلم الحين أن يكون عندي سيطرة يعني الواحد لما يتعلم أنه قاعد يسيطر على أفكاره وعلى مخاوفه حتى لأنه إذا أنت دائما خايف وهذا اللي شفناه أثناء الجائحة إذا دائما خايف دائما بتجذب أشياء تخوف لو أنت في بعد ثاني لو بعد آخر يعني قصدي كان دائما عندك هذه المخاوف تتجلى في أشكال وأجساد وظروف تعكس لك هذا الخوف وقد يكون هذا الشيء حدث يمكن نقول أنه حتى الجائحة يمكن هي استجابة جمعية لهذا الخوف اللي بداخلنا استجابة جمعية أنه صار فيه لأننا الآن دائما نتطور صحفة البشرية قاعدة تتطور فقاعدة تتطور كأن الجسم قاعد يتهيى أنه يروح إلى أبعاد أعلى وقد يكون أن من لن يستطيع المواكبة أو لا يستطيع مواكبة هذه الأبعاد سيبقها في أبعاد أوطى والباقي البشرية بترتفع 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 مع تطور الكون والأرض والكرة الأرضية وكلها هذه كلنا إحنا قاعدين نمشي كأن كرة ثلج قاعدين نتدحرج في اتجاه التطور رضيت ما رضيت ولكن من يبقى في أفكاره بدون ما يسيطر عليها هو الذي يبقى في هذا البعد من صف الحضانة فنخلي بالنا بس من رغبتي الشديدة في التطور والاستنارة لأن لما تتطور وتستنير أو يمكن أنت مثلا قاعد تسوي تمارين مثلا تأمل عميق ولا كذا ولا أشياء تزيح عنك الغشاء شوي لما تزيح عنك الغشاء أنت تبدأ تتطور وتبدأ تحلق خلا نقول في بعد يمكن أعلى شوي ففي هذا البعد تصير حتى الاستجابة لأدعيتك تصير أسهل تجذب أسرع تعرفون إحنا مع قانون الجذب الآن كل واحد يتحقق قانون الجذب قانون الجذب قانون الجذب خل بالك أنت إذا قعد تسرع الجذب عندك لازم تتأكد تتأكد أن أنت أفكارك صافية أيضا لأن إذا سرعت الجذب معنات أن أنت دخلت بديت تدخل في أبعاد أعمق شوي وهذه الأبعاد تستجيب وتتفاعل مع أفكارك فتبدأ تجذب كل ما هو بداخلك الزين والشين فدائما لازم تكون عندك سيطرة وتحكم على هذه الأفكار عشان تقدر تواكب فما يصير ما في أحد يقطونا في صف السادس مرة واحدة بين يوم وليلة ما بيقدر ما تعلم ما قدر ما عرف حتى أسلوب الكلام مع الناس اللي في الصف من هذا الأمر ما عرف شلون مفروض يكون شكله شلون مفروض تكون تصرفاته ما تدرج بما فيه الكفاية لكي يصل إلى هذا المستوى فانحذف انقط مباشرة فيصير صف السادس وايدي خوف بس إذا أنت دخلت صف السادس بتدرج ممكن أن أنت شوي شوي تكون تعلمت بريك فاصل أعلاني دقيقة وهذا ما يحدث في الأشخاص اللي يرغبون في الاتصال في دخل نقول يرغبون في تجارب أبعاد شوي فيها أبعاد أكثر فيلجأ للمخدرات أو الحشيش أو يلجأ لهذا اللي يسمونه الأيوازكا اللي هو شراب من أمريكا الجنوبية من غابات الأمازون اللي كان يزيح عنهم الغشاء في دقيقة يعني يشربه ويسوون هذه الممارسات والطقوس والأشياء وكثيرين يشتغل لهم يعني يعني يرفع عندهم الوعي بشكل كبير يزيح عنهم الغشاء بشكل كبير طبعا بعدين ينصيك يعني ولكن يكون عنده فترة زمنية معينة كم ساعة أو كم يوم اللي يزيد عنده شيء يسمونه DMT اللي هو كأنك كمكل في المخ وبزيادة هذا الشيء يكون هو عنده القدرة على رؤية أشياء أعمق أشياء الماورائيات وكذا ولكن هو إذا دخل على هذه التجربة بدون هذا التدرج بيكون كأنه واحد في الحضانة انقط في صف السادس ولا انقط في التوجيهي حتى مخيف بعض الأحيان وفي بعض الأحيان ناس يشوفون أشياء ممتعودين عليها في ناس تيهم إيجابات في ناس تكون تجربتهم إيجابية ولكن في ناس أيضا تجربتهم صادمة ومخيفة ويتعقد وخاف ويتأدب لأن أنت كنت في الحضانة لا تروح وتركض وتروح مستوى آخر فربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب يعني لو أنت كل فكرة تتحاسب عليها الحين كانت تعجل لك العذاب لو كل مخاوفك اليوم تتحاسب عليها الحين لعجل لكم العذاب فأحنا في بعد الآن نحمد ربنا عليه ولكن نكون وعيين أيضا أن هذا البعد مستوى الأطفال مستوى واطي لسبب أننا لم نتطور بما فيه الكفاية لكي نرتقي إلى المستويات الأعلى ما زال عندنا حق ما زال عندنا كره ما زال عندنا نميمة ما زال عندنا جشع ما زال عندنا بلاوي طبعا ما في داعي أقول لكم يعني فلو تطورنا الحين إلى هذا البعد سنرى العذاب بس إذا ما تطورنا أيضا سنبقى في البعد الثالث في الحضانة ويمكن أن العالم كله سيتطور بدوننا والناس بتمشي والكون سيتطور والكون سيذهب إلى أبعاد مختلفة اللي فيها نعم أكثر وفيها تجلي أكثر وفيها جمال أكثر بس ما بيكون لنا نصيب فيها لأننا ما زلنا في دوامة أنت طفل ما زلت لا تستطيع أن ترى كل ما يدور بداخلك لا تستطيع أن تكون في بيئة تستجيب لما بداخلك بين كل فترة وفترة ندخل أنتم تعرفون بين كل فترة وفترة نمر بشيء ونحس أوف هاي من وين يعني هذه استجابة لما بداخلك فإلا من أتى الله بقلب سليم القلب السليم والنية النظيفة هي اللي تساعدك أنه لما تتطور ولا بد أن نحن بنتطور لأن نحن كلنا ماشيين في هذا الاتجاه الفرق أن نحن بنتطور وبنروح لمكان آخر ولكن اللي مستعد لهذا التطور سيكون في الجنة يعني سيشعر كأنه في مكان جميل ومن لم يستطع أن يواكب هذا التطور سيشعر بالعذاب حتى لهما ساكنين في نفس البيت ممكن أنهما ساكنين في نفس البيت بس الاستجابة لهذا الشيء فإحنا اليوم شنو يعني اللي أنا قاعدة أحاول أقولها قاعدة أحاول أقول أننا إحنا في ما زلنا في مستوى جداً بسيط من تطور البشرية ووراننا شغل وايد نحتاج أن نحن نشتغل على روحنا وايد ونحتاج أن نحن نتعلم شون نفكر شون نتحكم ونسيطر على أفكارنا ونحتاج أن نحن نتعلم شون نحسن وننظف النية والقلب فهذا ما نحتاج أن نفعله في هذه الأثناء نحن نعيش في رحمة من ربي أن أنا ما قاعدة ينعكس لي كل شيء وأنا أفكاري ما زالت في مستوى الحضانة ليه ما أطورها شوي شوي بعدين أتحسن فيها بعدين ما ممكننا أنتقل ولكن كلنا نحتاج مو بس أوه والله يعني الحمد لله خلاص بس أنتم إذا تمنا ما بنواكب هذا التطور الذي يحدث ويمكن فيه جزء من البشرية هذه حين أنا استنتاجي ممكن أن فيه جزء من البشرية بشرية سيتخلف ويبقى في الوراء ولن يستطيع أن يتطور مع الباقي سيبقى في دوامة الخوف اللي عنده ما قدر لا أحتاج أصف لكم مستوى كمية الخوف اللي صارت في الآونة الأخيرة وما زلنا القلق والاكتئاب زايد الخوف الهلع أعمار أصغر وأصغر مراهقين يعني اليوم مراهقين حتى أنت شعندك خايف من شنو لا خايف وفيني هلع وفيني قلق وفيني كذا فأحس أن هذه الأشياء اللي كانت أولة تصيد ناس أكبر قاعدة تصيد ناس أصغر لأن الكرة الثلج قاعدة تدحرج بشكل أسرع فحتى إذا أنت ما تبيت تطور أنت مضطر أن أنت تتطور فأنت رايح رايح في هذا الاتجاه لحظة قاعدين نوصل إلى أبعاد أعلى وإحنا لا ندري فمحيطنا يمكن أن يكون فيه بعد أعلى شوي ولكن أنا في داخلي كثير من الخوف والقلق فهذا ما يتراء لي وما أجذبه وما يتجلى لي طول الوقت فأتم دائماً خايف لأن ينعكس لي فيصير كأن أنا ميودة مرآة كأنه عندي مرآة في يدي وكأن كل دقيقة لبست ماسكي خوف وإذا أنا عندي مرآة كذلك تشوف روحي وتخرع وتشوف روحي وتخرع وتشوف روحي وتخرع لأن الحياة تعكس لك ما بيداخلك صح؟ فنقول لأنزل هي بتعكس لك بتعكس لك شيل الماسك غير ما بيداخلك عشان ينعكس لك شيء أحلى فنحتاج أن نحن نتطور كمجتمع وأحس أن فيه فئة كبيرة يعني شون أقولها يعني فيه فئة كبيرة قاعدة تتدهور في تطورها مو بس ما قاعدة تتطور قاعدة تدهور قاعدة تصير تروح إلى مستويات سطحية أكثر قاعدة تفكر في الفلوس فقط تفكر في الشكليات الجماليات المقتنيات الهدايا شكثير بسوي شكثير بصور شكثير فولوورز شكثير كذا شكثير كذا فهذا يوضيك ومعنات الكل اللي في هذا المجال ولكن أنت يعتمد شونه في داخلك فهذا يوديك إلى مستوى أوطى الهدف هو أن أنت تصل إلى مستوى تستطيع أن تتحكم فيه بكل ما في داخلك وتستطيع حتى أن أنت تغلق أفكارك حتى له لفترة بسيطة عشان تقدر تجذب وتقدر تعلى شوي يصير فيه هذه القفزة في الوعي خوف أتكلم زيادة وبعدنا كح فأتمنى أن هذه الحلقة وصلت حتى له على مستوى أبسط حتى له على مستوى بسيط أنا بروحي هذا الموضوع قاعدة أفتشتش فيه وقاعدة أفتحه إذا حسيت أن عندكم مداخلات على هذا الموضوع حتى له آيات قرآنية حتى له أجزاء من أديان ثانية حتى له مقولة هناك تذكرنا بهذا الشيء أننا أنت الهدف الأخير هو تصفية النفس لازم تصفي نفس النفس لأن النفس صفاء النفس هو ما ما سينعكس لك لما تتطور وإحنا قاعدين نتطور إن شاء الله ما لأخبطكم زيادة بس ودينا نفكر مع بعض خلنا نفكر بصوت عالي حطوا لي تعليقاتكم بحفظ هذه الحلقة حطوا لي تعليقاتكم على هذا الموضوع ودي أعرف أنتو وين تحسون شا تحسون تحسون موضوع كل الشاطح ومالة صالفة عالية ولا تحسون أنه نعم أول مرة أفكر موضوع ولا نعم أنه داخل وما تعمق في هالموضوع ودي أسمع أكثر فبتشوفون أنه في ناس يسمون البعد الثالث والرابع والخامس وكذا وهي كلها أسمع وأحس أنه كأنها ميداليات أنه أنا أروح الرابع أروح الخامس هي مو فعلا شذي مستويات يعني فهو كله يقول لك إيه الآخرة مهمة الآخرة مهمة زي ما سويت يا أخي حق الآخرة ما سويت نظفت قلبك تسيطرت على أفكارك تعلمت شلون تستبدلها بأشياء ثانية لو الحين واقعك اليوم يكون انعكاس كامل اللي ما بيداخلك الآن شو بيطلع لك الحين شو بيطلع لك فخلونا نبدأ نفكر مع بعض حطولي تعليقاتكم بحفظ الحلقة على الإنستغرام أنتظر تعليقاتكم ترى ودي أن أنا أقرأ بس صعب جدا أن أنا أتكلموا أقرأ ولكن بنزلها أيضا على يوتيوب فإذا تشفتها على يوتيوب أيضا نحط لي تعليق بأقرأ تعليقاتكم ولا تنسون تشتركون في القناة ولا تنسون ترسلون هذه الحلقة لأشخاص تحسون ممكن ينتفعون منها و بس واللي حاب أن يدخل في العمق دائما ترى عندي منصة علي أكاديمي أكاديمية علي أكاديمي دوت كوم فيها دورات وتأملات وكورسات على كل مواضيع لها علاقة بالصحة فأتشوفكم على هذه كل منصة إن شاء الله مع السلامة ترجمة نانسي قنقر